حتى يعني أهلك ما كانوا موافقين قررت ناوي أروح لأستراليا شنو تناوي نكتوب؟ ناوي نعم يعني ما رح يتبب هاي بس ناوي وصلت إلى مكان معين ورجعت لكنك سافرت بعدها لسوريا ومنك صار حدث بحياتك كل شيء كبير نعم خلاك أنك تهاجر وتروح لأوروبا 21-12-2006 شي ذكرك هذا التاريخ؟ هذا هذا يوم حزين تاريخي كل استشهاد أخويا محمود رحمة الله عليه ويرحم والديكم استشهد محمود نعم خلال الحرب الطائفية يعني شو تسميها سميها وقبلها ابني أيمن أم استشهد نعم الله يرحمها نعم فلهذا لحت السوريا أنت قدمت ابنك وأخوك يعني بهالوطن اللي يقول أنت مو عراقي شنو بتقوله؟ أو يشكك بعراقيتك؟ لا مو أقول شوف أحنا خلني أحتي صراحة نعم هسا بالفيسبوك يدري طالب يمكن مرح تشيت له يكتبون أنه أصول شوف التعليقات من قمس تهلاف تعليق ما تلقي تعليق واحد ما يقول لك زهير محمد رشيد ابن العراق ونحبة هاي يعني جدت عباط ليجاملوني وتتعرفون صفحات الفيسبوك ترى هجوم كل هجوم على طول هجوم ماكو دفاع قليل قليل ما تحب أمك لو أبوك كيفين هم نفس الشيء؟ لا جديات يعني ما أقدر أبد ما تقدر صح إلا إذا كان أبوك قاسي عليك أنا لو العراق قاسي عليه ما أم ولا ألف ولا أبقى بس آني أنا شوف العكسة عليك البلد وشفت بهواية مرار ورغم ذلك لا 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 شوف هذا عام ساري اي وضع عام يعني الشغلة مو خاصة زهير وطالب وطالب همي أنه ترحل وراح وهاجر وطلع وآني اللي هو خاصة أقول لك إيه آني جيراني اللي فقد اثنين وفقد ثلاثة وفقد أربعة فحالة عامة الوطن ما أقس على الوطن آني انولدت بي درست بي اشتغلت بي نحبيت بي يعني آني هسا من أطلع وأجيب لك مثال صغير ساري أنا رحت للإمارات على أساس أشتغل هناك وإقامة وكذا وكذا حكيم جاسم أوجه لكل التحايا مخرج عمل مسرحية من رحت هناك ما حد يعرفني رحت ب يسموها نفجيرة نعم إمارة نعم يعني منه يفوت عراقي واحد يشوفني نعم آه شتاة زهر آه هي شيء كله هنود وأجانب تمام فما أقدرت قلت والله لو يمطوني مئة ألف مئتين ألف دولار قلت له من رجعت لهم قصر ما كان لك طيران من سلموا علي الشي اسمه المحارة المسافرين قلت طي الله ورحنا للشام عرفنا أحد آني نعم مغروس 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 مغروس